موسيقى مع ثمادي ميليشيات الحوثي الإيرانية في تجاوزاتها بحق اليمنيين ودول الجوار أعلن مجلس الأمن إدانته الهجمات بالقذائف التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية وخصوصا استخدام الصواريخ البلستية وأعرب المجلس عن قلقه بشأن محاولات الحوثيين شن هجمات على الملاحة البحرية في مماربا بالمندب خاصة استخدام الألغام البحرية كذلك رحب مجلس الأمن بتعهد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالمساهمة بنحو مليار دولار لنداء الأمم المتحدة في خطتها للعمل الإنساني في اليمن وثمن المجلس خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي أعلنها التحالف العربي بقيادة السعودية وأعلن تقديره إيصال أربع رافعات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي إلى ميناء الحديدة وإيداع مبلغ مليارين في البنك المركزي اليمني هذا وقد أعرب مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبدالله المعلم عن ارتياحه لبيان مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن نظرا لإدانته هجمات ميليشيات الحوثي على السعودية وتجنيد الحوثيين الأطفال وأكد المعلمي أن سبب استمرار معاناة المدنيين هو اليمن أو في اليمن هو اختطاف الحوثيين للبلد خارج نطاق الشرعية وفاة الأطفال ومعاناة المدنيين في اليمن سببه مسلحو الحوثي الذين اختطفوا البلد واستولوا على السلطة بالقوة خارج نطاق الشرعية ونطاق ما أعلنوا موافقتهم عليه سابقا التحالف العربي أطلق حملة إنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة شعب اليمن ونحن واثقون بأنها ستأتي بنتائج إيجابية معنا من الرياض رئيس قسم الإعلام في جامعة الملك سعود دكتور علي النزي مرة أخرى وينضم إلينا من القاهرة الباحث السياسي بليغ المثلاكي أبدأ معك سيد بليغ بداية المساء الخير ما الذي تضيفه إذن إدانة مجلس الأمن الجديدة للحوثيين في ظل وجود إدانات دولية عدة ضدهم نعم مساء الخير أولا لك وليد عزيز وللسهد مشاهدي قناة سكين نيوز عربية حقيقة البيان الرئيسي الصادر عن مجلس الأمن هو إضافة إلى القرارات والبيانات السابقة الصادرة عن المجلس والتي توصف الحالة الدقيقة الحاصلة في اليمن والناتجة عن انقلاب ميليشيات الحوثي على الدولة في العام 2014 إذن كل بيان يصدر عن مجلس الأمن وكل قرار يصدر عن مجلس الأمن هو دليل على ما يحدث في اليمن دليل على معرفة المجتمع الدولي وإدانة المجتمع الدولي لما قامت به هذه الميليشيات وكل هذه البيانات والقرارات تقول أنه كان هناك حكومة شرعية وهناك عصابة مسلحة قامت وانقلبت عليها وبالتالي لا يمكن المساواة بين الطرفين كما تحاول بعض القوى الإقليمية والدولية أن تعمل وخاصة تلك التي تدعم ميليشيات الحوثي أو تحاول استخدامتها في خدمة مشاريع وأجندات أخرى في المنطقة أو في خارج المنطقة بهدف استخدام اليمن كورقة لتمام صفقات ربما إقليمية أو غير إقليمية وبالتالي لا يمكن الحديث الآن عن طرفين أو عن صراع بين طرفين الحديث هناك عن حكومة شرعية تم الإنقلاب عليها وهذا واضح في كل القرارات والبيانات اليوم الإضافة التي تحدث عنها هذا البيان هو مسألة تهديد الملاحة البحرية واستهداف المملكة العربية وإدانة الاستهداف المملكة العربية السعودية بالصواريخ أيضا الإشادة بجهود التحالف العربي وخطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنت جهود العمليات الإغاثة الإنسانية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن اليوم كانت حاضرة في هذا البيان والأهم كما قلت عزيزي هو مسألة التحذير من خطورة هذه الميليشيات على خطة الملاحة وهذا ربما يبعث برسائل كثيرة للتحالف العربي والحكومة الشرعية الإيمانية يبعث عليها أن تحسن مسألة ما تبقى من سيطرة هذه الميليشيات على السواحل أو ما تبقى من السواحل الغربية وإبعاد خطر هذه الميليشيات على خطوط الملاحة سعود إلى مسألة تهديد الملاحة ما الذي يمكن أن يقوم به مجلس الأمن لحماية هذه النقطة تحديدا سيد بليغ لكن دكتور علي تحرك مجلس الأمن بقراراته بياناته يدين الحوثيين لكن هناك عدم تفعيل أو أن هذه التصريحات أو هذه البيانات لا توازي تحركات عملية فعلية من قبل مجلس الأمن لتفعيل هذه القرارات والإدانات من قبلهم هل البيان الجديد يحمل مؤشر لتغير طريقة تعامل مجلس الأمن مع الحوثيين مع الأزمة في اليمن؟ طبعا أحيي ضيفك من القاهرة الأستاذ بليغ ما في شك هذا البيان الرئاسي الذي يدين التحركات الحوثية والذي يدين الحوثيين وقصفهم للمملكة العربية السعودية واستهدافهم واستخدامهم أيضا للمناطق السعودية هو إضافة للنجاحات الدبلوماسية للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية نحن أمام ميليشيا اختطفت الشرعية اليمنية واختطفت الشعب اليمني نحن أمام جهتين جهة تبني وهي التحالف العربي وجهة تهدم اليمن التحالف العربي هو يحارب هذه الميليشيا وبنفس الوقت يدعم الشعب اليمني نحن رأينا تقديم التحالف العربي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات مليارين للبنك المركزي اليمني وأيضا رأينا الدعم بمليار دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية لدعم الشعب اليمني ولدعم التنمية في اليمن كل هذه الأشياء لم نرى من الجانب الآخر أي شيء دعم تجاه الشعب اليمني بل نرى التقتيل واستهداف دول الجوار من خلال ما تدعمه إيران لهذه الميليشيا العابثة في اليمن بدون شك أن القرار اليوم هو إضافة وأيضا ارتفع سقف إدانة مجلس الأمن في هذا البيان الرئاسي أنا أعتقد التحركات الدبلوماسية السعودية والإماراتية مع الضربات العسكرية لميليشيا الحوثي أنا أعتقد بدأت تأتي ثمارها وبدأت تظهر للرأي العام الدولي أن الشرعية في اليمن هي الصحيحة هي التدخل العربي جاء بناء على هذه الشرعية بينما الميليشيات الحوثية بدأت الآن تعبث بالتجارة الدولية بممرات التجارة الدولية من خلال الألغام في البحرية وهذا تهديد للاستقرار العالمي سواء كان اقتصادي أو سياسي أو عسكري التعري لهذه الميليشيات هو ما قامت به الدبلوماسية السعودية والإماراتية والدبلوماسية أيضا الشرعية اليمنية فبالتالي أنا أعتقد هذا القرار سوف يكون له انعكاسات إيجابية من ناحية الشرعية اليمنية وانعكاسات سلبية تجاه ميليشيا الحوثي هذه الميليشيا التي استهدفت عاصمة المملكة العربية السعودية ومن قبلها استهدفت مكة المكرمة قبلة المسلمين هذه الميليشيات لا دين لها ولا سقف لتدخلاتها ولعبثها في المنطقة ولذلك هي لا تريد أن يكون هناك استقرار في اليمن أن الاستقرار في اليمن حينهي تدخل حلفاء نعم هنا ننتقل إليك سيد بليغ يعني اتضاح هذه أو المشهد في اليمن أكثر والطرف الذي يؤثر أكثر فأكثر للمجتمع الدولي إلى أي درجة قد يعيد مجلس الأمن لمسألة تفعيل قراراته السابقة ومنها القرار 2216 لدعم الشرعية وأيضا مسألة إيصال السلاح للحوثيين إلى أي درجة يمكن أن نشهد تفعيلا أكبر من مجلس الأمن لهذا القرار سيد بليغ قرارات مجلس الأمن لا تزال حتى الآن كلها سارية المفعول يعني لا يمكن القول أن هناك قرار قد تم إيقافه ما حدث أن القرار 2216 كان صادرا تحت الفصل السابع من مثاق الأمم المتحدة ويفترض أن التحالف العربي هو هنا من يقوم نيابة عن المجتمع الدولي بتطبيق القرار 2216 من خلال دعم الشرعية في اليمن وهذه الحقيقة معترف بها من قبل الأمم المتحدة ومن قبل المجتمع الدولي ومن قبل المبعوث الأمم السابق الذي تحدث في أكثر من لقاء أن ما يقوم به التحالف العربي في اليمن هو التطبيق للقرار 2216 نيابة عن المجتمع الدولي لأن القرار 22-16 كان صادرا تحت الفصل السابع والفصل السابع يجيز للأمم المتحدة والأي من عباءها استخدام القوة لتطبيق هذه القرارات إذا عجز عن تطبيقه بالطرق الدبلوماسية لكن تظل الإشكالية دائما فيصل أننا أمام ميليشيات هي لا تؤمن بمبدأ الحل السلمي الآن هناك تحركات على سبيل المثال هناك تحركات كبيرة تقوم بها بريطانيا ولقاءات حثيثة تقوم بها في عمان كمقدمة لعمل المبعوث الجديد للأمم المتحدة هذا المدعوم بالتأكيد الذي سيكون مدعوما بسياسة بلاده لكن كل الأخبار الواردة تقول أن الميليشيات لا تزال تتعنت في لكن القرار يعني يحضر توريد الأسلحة للحوتيين سيد بليغ والأمر مرتبط بتهديد الملاحة كيف يمكن أن تتعامل معه الدول المؤثرة في مجلس الأمن مع هذا التهديد الدولي ليس فقط على دول المنطقة هو بالتأكيد لن يقبل أحد في المجتمع الدولي ولا في الإقليم أن تأتي ميليشيات أو عصابة مسلحة لتقوم بتهديد ممرات التجارة العالمية نحن نعرف أن موضيق باب المندب يتحكم بنسبة كبيرة من التجارة العالمية وخاصة من إمدادات النفط وبالتالي لا يمكن السماح لهذه الميليشيات بالاستمرار رأينا مثلا العمليات التي تمت في الساحل الغربي مسألة السيطرة على باب المندب تحرير باب المندب وتحرير مناطق المخى القوات القيش اليمني مدعومة بن سنودة بقوات التحالف العربي تواصل تقدمها على الساحل الغربي هناك ضغط أيضا من جهة الجبهة الشمالية في ميدي لاستكمال السيطرة على ما تبقى من الساحل الغربي وبالتالي إبعاد هذه الميليشيات عن تهديد ممرات الملاحة وأيضا هناك إشكالية ثانية ليس فقط تهديد الملاحة وإنما استخدام هذه السواحل لعمليات تهريب السلاح الإيراني لعمليات إمداد هذه الميليشيات بالسلاح واستخدامها أيضا في قتل اليمنين عبر السيطرة على مواد الإغاثة التي تصل إلى ميناء الحديدة وخاصة أن ميناء الحديدة يغذي مناطق ذات كثافة سكانية عالية لا تزال تسيطر عليها الميليشيات وبالتالي كميات مواد الإغاثة وكمية حركة التجارة الواصلة إلى ميناء الحديدة هي كبيرة جدا هذه الميليشيات لا تزال تستفيد من سيطراتها على السواحل في قتل الشعب اليمني وبالتالي بات من الضرورة أن يتم حسم معركة الساحل الغربي وإبعاد هذه الميليشيات عن أي تهديد أو قطع الشريان الرئيسي الذي لا يزال يمدها بالسلاح وبالمال ما رأيك تكتور علي مسؤولية مجلس الأمن هل يقوم بما يكفي من دور فيما يتعلق بالمشهد اليمني؟ أنا أعتقد أن مجلس الأمن بدأ يتطور موقفه من خلال هذا البيان الرئاسي ما في شك دول التحالف هي منذ البداية منذ أن طلبت الشرعية منها التدخل في اليمن هي وضعت إطار عام شرعي لهذا التدخل من خلال القرار 2216 الذي يشرعن تدخل التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن لا ننتظر كثيرا من مجلس الأمن الدولي ولكن ننتظر دعم مجلس الأمن الدولي من خلال منع التدخل الإيراني من خلال منع التهريب من خلال إظهار الحقيقة اليوم طبعا دعنا نتفق على حاجة أنا أعتقد في تصريح سابق لسمو الأمير محمد بن سلمان ذكر أنه لن يسمح بوجود ميليشيا مسلحة مثل حزب الله على حدود المملكة الجنوبية في اليمن هذا أمر مفروغ منه الحوثيين مقبولين كمكون سياسي ولكن غير مقبولين كميليشيا مدعومة من إيران هذا منتهي لن تقبل للمملكة العربية السعودية ولا أي دولة عربية سواء الدولة الإمارات أو جمهورية مصر العربية أو أي دولة أخرى لن تقبل بوجود ميليشيا إيرانية في اليمن تتحكم في مقدرات الشعب اليمني إذن كل هذه القرارات الشرعية هي دعم للتحالف العربي وأنا أعتقد أن الشعب اليمني هو من سوف يقوم بإنهاء سيطرة الحوثيين من خلال دعم الشرعية من خلال الانتصارات التي يحققها الجيش اليمني وأيضا بدأت تظهر الحقائق يعني في البداية كان هناك تشويش اليوم بدأت تظهر الحقائق هناك دعم إنساني من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة وهناك دعم إنساني من قبل المملكة العربية السعودية ومن قبل الإمارات وهناك دعم اقتصادي وتنموي اليوم الشعب اليمني يتطلع للخلاص من هذه الميليشيات حتى يندمج مع المنظومة الخليجية والمنظومة العربية الوضع الطبيعي لليمن هو الحضن العربي وليس الحضن الإيراني إيران تريد من اليمن أن تكون مخلب لها في جنوب الجزيرة العربية هذا لن يتحقق ولن يكون في أي وقت من الأوقات لأن المملكة العربية السعودية لن تترك خاصرة الوطن العربي الجنوبية وخاصرتها الجنوبية معرضة لتهديد إيراني أو غير إيراني هذه حيوية وضرورية لذلك بيان مجلس الأمن الدولي هو نجاح للدبلوماسية الدبلوماسية السعودية والإماراتية والدبلوماسية اليمنية الشرعية اليمنية اليوم السفراء ومندوب اليمن في المتحدة هم كلهم من خلال الشرعية لا يوجد سفير للغوثيين في المنطق دكتور علي سيد بليغ ما المطلوب الآن في ظل هذا التحرك الدبلوماسي الناجح ما المطلوب للاستفادة من هذا التغير الآن في ربما فهم المجتمع الدولي لشكل وطبيعة المشهد اليمني وأيضا هذا الموقف الداعم للتحالف للشرعية من قبل مجلس الأمن ما المطلوب من مجلس الأمن تحديدا سيد بليغ نعم بالتأكيد نحن جزء من المنظومة الدولية وبالتالي ما يصدر من قرارات عن الأمم المتحدة وبيانات رئاسية هي تضفي مزيد من الشرعية وتضفي مزيد من الدعم الدولي لجهود التحالف العربي ولجهود الحكومة الشرعية وبالتالي يفترض أن يتم الاستفادة من هذه القرارات في مزيد من التحرك العسكري طالما استمرت هذه الميليشيات في التعنت في الذهاب إلى أي اتفاق سلام وفي مسألة الموافقة على تطبيق القرارات ومرجعية المتفق عليها وعلى رسالة القرار الدولي 22-16 القاضي بنزع سلاح الميليشيات وحاصر سلطة القوة والسلاح في يد الدولة وبالتالي يفترض أن يكون هناك مزيد من التحرك العسكري على الأرض لتقليم ما تبقى من أضافر هذه الميليشيات وإرغاما نحن دائما الحكومة اليمنية تتحدث أن الحرب هي خيار اضطراري اضطرت الحكومة إليه للذهاب إلى السلام وبالتالي أثبتت الثلاث السنوات الماضية أن هذه الميليشيات ليس لها جدية في السلام وأنها لن تذهب إلى تحقيق أي سلام إلا بعد أن يتم تقليم مخالبها العسكرية على هذه الميليشيات أيضا أن تدرك قبل أسبوعين وثلاثة كان هناك مشروع قرار بريطاني لإدانة إيران بسبب تدخلها في اليمن وتوريد الأسلحة للحوثيين اعترضت روسيا على إدانة إيران لكنها وافقت على المشروع القرار البديل الذي قضى بتمديد العقوبات وعلى رأسي العقوبات على عبد الملك الحوثي وإخوته وكثير من قيادات حركته اليوم روسيا أيضا توافق على هذا البيان الرئاسي الذي يهدد من خطورة ميليشيات الحوثي على خطوء على الملاحة الدولية وأيضا يدين الهاجمات الصاروخية التي تقوم بها على المملكة العربية السعودية وبالتالي على ميليشيات الحوثي أن تدرك أن إيران تستخدمها فقط ك كرت لخدمة أغراضها في ملفات وفي قضايا أخرى وأنها قدمت اليمن للأسف كورقة رخيصة الثمن لهذه الدولة التي لديها أطمع في المنطقة وتستخدم اليمن اليوم في خدمة هذه الأطمع طيب دكتور علي أيضا هذه النقطة التي ذكرها سيد بليغ كيف يمكن للتحالف للشرعية الاستفادة من هذا الدعم الدولي والإشادة بالجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كيف يمكن الاستفادة من هذا الموقف الآن بدون شك طبعا القرار سوف يكون له انعكاسات إيجابية وأنا سبق وذكرت لكن هذا القرار يضاف للنجاحات الدبلوماسية لتتحققها الدبلوماسية التحالف العربي وأيضا الدبلوماسية اليمنية من ضمن التحالف العربي دعنا ننظر إلى ما يدور في الإدارة الأمريكية الآن عندما يأتي وزير خارجية جديد مايك بومبيو أنا أعتقد أن هناك تغير أيضا في التوجه الأمريكي تجاه التدخلات الإيرانية سوف نرى أن يكون هناك تفعيل لبعض الأقوال التي يدلي بها العديد من المسؤولين الأمريكيين أنا أعتقد أنها فرصة الآن الشرعية اليمنية والتحالف العربي من خلال هذه القرارات أن يكون هناك ضغط كبير على ميليشيا الحوثي وأن يتم أيضا أنا لا أقول تقليم بل اقتلاع أضافر هذه الميليشيات حتى لا تعبث مستقبلا في اليمن بدون شك أنا أعتقد أن الوقت ليس في صالح هذه الميليشيات ليس في صالح داعم هذه الميليشيات الوقت هو في صالح التحالف العربي لأن التحالف العربي يعمل على خطين متوازيين محاربة الحوثيين حملة البندقية ودعم الشرعية اليمنية ودعم الجيش اليمني هذا جانب وفي الجانب الآخر دعم الشعب اليمني للوقوف على التنمية اليمنية من خلال مراكز الإغاثة ومن خلال الدعم المادي من قبل التحالف العربي ولذلك ليس هناك أي شيء لدى ميليشي الحوثي إلا القتل وإثارة النزعات وإثارته الدكتور علي العنزي رئيس خصم الإعلام في جامعة الملك سعود كنت معنا من الرياض وأشكر ضيفي من القاهرة الأستاذ بليغ المخلافي الباحث السياسي شكرا جزيلا لكما